تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من الفيديوهات المنقدمها بقناة سيرفي سبورت اللي بتجيكم مني أنا محمى العواد والقناة اللي بتعرف وإنهار أكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى وعشان هيك بقولكم تشتركوا فيها الآن جولة دولية وجولة دولية دائما بتخف المواضيع وبيخف ربما التوتر فيها بس دائما تفتحنا أفق جديدة قصص جديدة ومنتخبات جديدة فيه إعجاب واضح من المنتخب التركي وأداءه الممتاز وفيه كلام على أنه منتخب النرويج والله لسه شوي أبعد مما توقعنا يعطي وفيه كلام عن كثير منتخبات بس فيه منتخب أنا أعتقد لازم نوقف معها لأكثر من سبب لأنه على الأغلب إذا وصل ما رح يروح بعدها إذا قدم ما رح يرجع مش زي المنتخبات اللي بنسمع عنها بتطلع وبتنزل بتكلم عن أمريكا بتكلم عن منتخب أمريكا لكرة القدم واللي زلاتان لما طلع من عندهم قال لهم رحوا أرجعوا شوفوا البسبول لأنه هذه القناعة إنه الأمريكان كرة القدم مش لعبي شعبية أولى عندهم بس الوضع الحالي بيخليني أوقف وأقول فيه مؤشرات كثيرة بتحكي إنه أمريكا بتقترب أكثر وأكثر عشان تكون جزء من كرة القدم في العالم وطبعا أول سبب بدون ما ندخل بالتفاصيل اللي حنيحكي عنها رياضية سبب الأول اقتصادي للدولة الأولى في العالم اقتصاديا للدولة الأولى في العالم استثماريا والقوة الناعمة اللي بتصاحب كرة القدم بتجبرها تدخل في هذه الصناعة هذا سبب قبل ما نبلش نحكي بالتفاصيل خلوني أبدأ إنه كرة القدم في أمريكا مع أمريكا كانت اللعبة الشعبية الأولى وعلى أغلب إلى 30 سنة ما حتكون الشعبية الأولى لكن هذا المنتخب رغم إنه شارك في موليديال 94 هو ما عندهوش دوري قدر يوصل دور الستة عشر بالألفية واثنين لعب دور تمانية بألفين وعشر وألفين واربعطاش لعب دور ستة عشر وما طلعب ولا مباراة منهم بسهولة إذن هذا بيدلك إنه في جينات هذا المنتخب الأمريكي شخصية قوية وأيضا بنعرف عنه إنه دائما عنده لهاقة بدنية عالية جدا قتالية عالية جدا وثقة بالذات عالية جدا بغض النظر عن الجودة الموجودة يعني هذه أركان موجودة بالمنتخبات الأمريكية من بلش نشوفها من الـ 94 لليوم يعني اتخيلوا لو ضفنا عليها اللي بدأ أحكيه الآن أمريكا حاليا لأول مرة من فترة طويلة عندها جودة عالية بنتكلم عن بوليزيتش متعدد المراكز الهجومية مع تشيلسي لعب لعب مع دور دمونت مع تشيلسي شخصيته قوية جرى بيعيش تحديات كبيرة منضيف عليه لعب جمهور اليوبي بيحبه جدا حاليا اللي هو ماكيني لعب تكتيكي للغاية بيخدم أيضا في أكثر من المركز وبيقدر يخدمك كمحور وكوسط يمين وحتى بعض الأحيان كوسط متقدم لاعب ممتاز جدا وبنتكلم عن ظهير أيمن في برشلونة وجد نفسه كويس مع كومان بنتكلم عن دست اللاعب السريع اللاعب اللي لما يعطوه مسحات عم بيظهر نفسه واللي قبل ذلك مع عيكس كان مقدم نفسه وعندنا لاعب في دورتمونت ممتاز جدا لدرجة أنه الجميع مقتنع أنه دورتمونت حبيع سانشو عشان عنده جيوباني رينا جنح أيمن ممتاز مبدع لاعب مستقبله واعد للغاية ككرة قدم لحد الآن أنا عب أتكلم عن لاعبين أمريكان شبه أساسيين في برشلونة ويوبنتوس ودورتمونت وتشيلسي فرق كبيرة هذا الشيء عمره أمريكا كان عندها في الماضي وعندك محور تكتيكي ممتاز مع لايبسيك اسمه تايلر آدمز وعندك مدافع ممتاز مع فورفسبورغ اسمه بروكس شخصية قيادية خبرة كبيرة وعندنا أيضا يونيس موسا اللاعب اللي واعد جدا واللي الآن مع بلانسيا اللاعب اللي كان مثل إنجلترا للشباب بكل الفئات العمرية وهذا دليل أنه عنده تجودة ثم قرر يختار أمريكا هذا لاعب بلعب وسط أيمن وبيلعب أيضا كلعب محور وسط وفوق هذا مهاجم شاب بلعب بفيردر بريمن مهاجم تكتيكي ممكن لحد الآن أرقامه مش كبيرة سارجنت مهاجم ممتاز له مستقبل واضح أنه حيكون دائما موجود للمهاجمين الجيدين في كرة القدم يعني بتكلم تقريبا عن كل خط في لعبين أو ثلاثة بيلعبوا بأندي ممتازة في أوروبا يعني الخبرة موجودة الاطلاع على التجربة موجودة لأول مرة بهذا الفريق أنضيف عليه الصفات اللي حكيتها إنها دائما موجودة من حيث اللايقة والشخصية والقتالية بصير عنا منتخب بخوف جدا عشان هيك أرسنفينجر طلع حكا أنا متأكد إنه أمريكا بالستة وعشرين حتكون موجودة بقوة طبعا بتعرف إن أمريكا أحد الدول المستضيفة لمونديال ستة وعشرين ليش حكى ذلك؟ قال لأنه عندهم دزينة من اللاعبين بأفضل فرق أوروبا بس في شي لازم أضيفه بشكل مهم الدولة الأمريكية نفسه أتحسن كثير وصار أفضل بكثير هذا معناه حينتج لعبين أكثر ممكن لبعض يقول لي شو دليلك ها أنت بتحضر الدولة الأمريكية لا أنا بحضرش بجزل المباراة النهائية إذا صحيت لكن اللي بقولك الآتي في مؤشرات في كرة القدم المؤشر الأول القيمة التسويقية لللاعبين قيمة التسويقية لللاعبين الدور الأمريكي في سنة 2018 يعني قبل 3 سنين بس 490 مليون يورو الآن تقارب 850 مليون يورو يعني أعلى بـ 73% لو استخدمنا أن أسعار اللاعبين كمؤشر جودة بسيط هذا معنى أن جودة اللاعبين في الدور الأمريكي أحسن إذن الدوري أفضل ثانيا اسمعنا عن أكثر من مدرب عنده خبراء راح درب هناك هذا معنى قيمة فنية مضافة عكس الوضع القديم غير ذلك في دراسات بتقولك أنه الدوري هذا عم يتحسن فوجدت في فينانشل تايمز على سبيل المثال دراسة إحدى الشركات الاستشارات عمليتها وبتقول ارتفعت شعبية الدوري الأمريكي لكرة القدم بآخر 10 سنوات 27% معنى أنه الدوري صار جادب للجمهور وفي 8% من الشعب الأمريكي لما سألوا مع رياضتهم الأولى الشعبية اللي بحبوا يشوفوها أو يمارسوها حسب مجلة فوربس 8% قالوا كرة القدم يعني فرق قليل جدا عن البيس بول معناها الدوري هناك صار قادر يجيب ناس يشوفوا كرة قادر يجيب ناس يحبوا يكونوا جزء منه وهذا دليل أنه الدوري تطور بالإضافة للعبين الموجودين في أوروبا بالإضافة للجينات اللي حكينا عنها تطلع عندك منتخب خطير إذا وصل صعب يغادر بالمختصر ممكن تطلع تجربة حلوة في سكتلندا تجربة حلوة في تركيا بس هذه التجارب كلها تشيك إجت زمان ما حدا فيهم قدر يستدام لكن أنا قناعتي الشخصية إنه دا الأمريكان يجوا على الأغلب ما حيروحوا كعادتهم بكثير أشياء في الصناعات والرياضات بنوصل هنا لها هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد أهوات بذكركم تتركوا لايك على الفيديو وتشتركوا بقناة سلبي سبورت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله